دكتور أسامة الأزهالي طيب دكتور أسامة الأزهالي كان في زيارة لإندونيسيا وإندونيسيا يعني أكبر دولة إسلامية في العالم الزيارة كانت يبدو أنها كان علمية وكانت حاجات شخصية لكن إحنا يخصنا أن كان الترند وكان عليها اهتمام كبير جدا بسبب صور هو نفسه حطها أو الفريق بتاع السوشيال ميديا حطوها وكان فيه اهتمام كبير جدا جدا خيري عليها خلينا أقولك أكتر الحاجات اللي الناس اهتمت بها إيه طيب علشان هي فيها وجهتين نظر يعني ما طيب لو نشوف نقول لناس إيه 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 فيه ناس اتعلقوا على فكرة إن يبقى فيه حمل لدكتور أسامة الأزهالي على الأعناق فيه ناس كمان علقت على التمسح والتبرج بحزاء الشيخ أو الدكتور أسامة الأزهالي ردود فعل كبيرة جدا كانت على الجانب ده سواء كانت معه أو ضد هجملها بسرعة جدا عشان وقتكه وخيري أنا أعتقد عنده وجهة نظر لازم نسمعها ليه ونشوف رأيه ومعرفش هتفع أو اختلف معاه معرفش هتقوله إيه بس هنشوف فيه ما يسمى محمد فضلي بيقوله هو مش عادي بالرغم من احترام الشيخ فلو تتذكر مسلسل الشيخ الشعراوي لما الناس رفعت سيارته من الأرض بأيديهم وقف السواق عند أول مسجد في طريقه ودخل بنفسه ينظف الحمامات فمعناها نوع تحط في موقف غزبا عنه مش عارف يعمل إيه لكن عشان يكسر حتة أي غرور دخل الحمام ولم يتباهى بالمشهد ده فده عكس ما حصل عند دكتور أساني بالأساني أن فيه نوع من أنواع التباهي بالمشهد ده وبدليل نشره فيه حد تاني زي دكتور صاحب زماني اسمه صلاح بيديوي بيقول لا حول ولا قوتها يا بالله منظر غير مريح نهائي وأرجو من رجال العقيدة المتحدثين في ديه ده ما تدخلوش تاني عندك صلاح بيديوي ده ده هارف في الخارج وإرهابي يعني منضمن الجماعة الإرهابية بس مجرد ملاحظة طيب مصطفى عاطف المنشط طبعا كان موجود وقال لك للتوضيح وليس للتبرير الناس دي جاية نور العلم وواجب علينا إكرامهم بيحاول يوضح الموقف بيقول لك أنا عاشدت إندونيسيين وزورتهم كتير برضو نفس القصة أحمد عزيزي وهو يعني شاب وعالم إندونيسي وكان على فكرة من الطلبة الأزارين برضو كان بيوضح السلوك ده والفعل ده ولي دي من عادات بيقولوا إنه مش أول مرة ونهم بيعملوا كتير وعملوها علماء كتير وإحنا على فكرة جدنا برضو لقطات كتير دكتور محمد فتحي وستاذ الإعلام وزامنا وصديقنا العزيز هو بيقول يعني في التعبير مصر الدارج شلوني من على الأرض شيل وبيقول إن الفعل ده نتقدير الحفاوة التي يقابلها بعضنا البعض وبيقول يعني في تأديري إن ده تم لعدة أسباب الأمر بدأ من السوشيال ميديا التي تهدم أكتر مما تقيم وده جزء من موضوع شئة أم أبيت فيه من تصفية الحسابات السياسية يعني بتاهم أو بيظون إن بعض الهجوم كان لي علاقة بتصفية الحسابات السياسية عشان إحقاقها للحق يعني الدكتور أسامة نزهاري نشر بيان أو توضيع على صفحته شكر فيه أهالي أندونيسيا وسموهم أندونيسيا الشقيقة وقال إن هم يعني تفضلوا بحمي على العناق فأنا أحملكم جميعا فوق رأسي وسوف أظل طول عمري في شرف خدمتكم وهذا التكريم منكم ليس لشخصي بل لمصر العظيمة وشعبها العظيم وأظهرها الشريف رائك يا خيري وأنا عندي وجهة نازلة وسمحت ممكن أقول بس أنت إي رائك خليني أقولك تصوري للموضوع وزي ما أنت قلت الشيخ الشعراوي خاشى أن يشعر بكبر فدخل نظف الحمامات تمام؟ وانت عرفت الشيخ أسامة عمل إيه لما حصل معاك ده؟ أنا متخيل الشيخ أسامة عمل إيه تعالى نتخيل ليه؟ ما إحنا عندنا نواقع نتخيله لما تكون الصور دي مش مموضة هو الشيخ الشعراوي لو نزلت الصورة وهم بيشيلوه بس كنت حتعرف أنا بقولك بعد لا لو الشيخ الشعراوي قام بنفسي أو أحد مريدي أو أتباعه سوالي سوالي خلي السوالي ميديا على جنب دلوقتي؟ ما هي المشكلة هنا؟ ما أنا لسه ما جيتش مش أنت عايز تسمعني؟ ماشي أصبر عليا فأنا الشيخ أسامة اللي عرفه جيدا وأعرف خلقه وأعرف تواضعه وأعرف بسطه وأذا الرجل ظل يعمل سنوات ضيف معايا لم يكن يشرب شربة ماء كان يرفض يجيب عربية من الستوديو كان بيجيب عربيوته هي لله شوك ببيت المية كان بيجيب عصيره معايا لو جايب شعيب يجيبه معاه ما مشربش من القناة يعني شربة ماء فهذا الرجل أنا أعرفه جيدا اتنين زي ما هو قال الجملة اللي قالها ربما في النشره أنا أعرف لا أعرف إذا كان أدمن ولا هو اللي نشر لا أعكيد من شو أعكيد من فريقه يعني أنت أصدق طب خلينا ما نريسي عايز أدخل بس قبل النية ما تسيبنا كم اللي يعمل فيها هم روح أنت مستبد هذا الرجل بدون ما أدخل كنيته قد يكون رأى في هذه الصورة تكريم لمصر والأزر وليس لأسامة الأزهري ولأنه رجل أزهري هذا يحدث في إفريقيا وهذا يحدث في أندونسيا وهذا يحدث في الهند وقد رأيت من العلماء الكثير اللي بيحضر لهم ماءات الألاب وكانوا بيشلوهم على الأعناق لقيمة العلم إنه وينشوره فالبعض يرى اللي عايز يرى يرى طب خيري بس أنا أنا يعني مرخص كلمتك إن أنت شايف إنه هو مش راضي عن المشاهد دي وإن هو أنا ما قلت أو ربما يعني معرفتك كيف لا ده أنا افترضت إنه هو اللي نشرها أنت مش سمعني أنا قلت لو هو اللي نشرها ودون الدخول في النواية أنا هفصر أنه أراد أن يظهر قيمة الأزهر وقيمة مصر مش قيمة الشخصية عند الآخرين مش قيمة الشخصية ماشي فيه صور لكن لكن الصورة بتاعت التمسح بالأحزاء أنا مالو مالو هو مالو يعني أنا دلاتي لو أنا راجل واقف وفي ناس بتتمسح بالحزاء بتاعي ما ليه مش رجلي هو فين ده هو قاعد على الهودك فوق يا عم إزاي يا خيري لا لا هو فين فين الناس اللي مسك الحزاء خلينا نكون واضحين هو فين الحزاء حد بيروح لرجله أوه يا حبيبي الجاد مواعي كوبا اللي خدوها حينزل نط من على هؤلاء لا يسحب رجله طيب بلاش حالس غزبن عنه غزبن عنه الناس عملت كده وغزبن عنه هاضربه مش هاضربه ونكون تقدر انهيره ومنعه وقدر اسحب رجلي ومن يقلك نقلك انه ما سحبش رجلي ما شفتها طيب ماشي وانت جايبلي فيديو ماشي أنشور عليه أنشور عليه بقى يعني لو أنا شايف أنا ما عرفت من نشرها أنا ماشيك خيري خيري هل المنظر ده مسيء ولا مش مسيء مسيء ولا مش مسيء مش حلو طبعا ضيب أنشور علي صفحتي وأنا متأكد أقره أنا كده كإني أقريته أنا قدوة دكتور اسام الأزالي أنا بحبه على فكرة طبعا ومحبتك لي لو هو اللي نشرها وقد نختلف لو هو اللي نشرها قد نختلف معه بس خلاص يبقى متفقين هو اللي نشر وإيه بقى لها يومين تمام وإحنا قلنا نستنى لحد قبل ما ندخل بساعة تمام عشان نتأكد أنا حاولت اللي تقصد بي كي أتمنى نظره لما أستطع لو صورة مسيئة ليه هو وللأظهر أكيد 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 ما فيش حاجة اسمها تبرك اتفاده لا طبعا الخطأ أو المفهوم خطأ لابد أن يكون واضح أنا بفترض دائما نحس النواية لا أكثر ولا أقل ونحن كذلك عشان كي أنا أتمنى أنه يشيلها ويتمي أتصال تمام تكسعيني